الذي أوردته قناة النهار وذلك نقلا عن موقع الجيغي فانتكاتا الإخباري زلزل مواقع تواصل الاجتماعي وتحول بعد دقائق إلى حديث الجزائريين نتابع كيف استقبل الشباب الجزائري خبر إلغاء تأشيرة موسكو عليهم الروس تحويسها تجي في أحدا بلوندا تعيش لابل في درام تخدم بوحنا مدابين ندكي نحوات ولي بابور قادة رح طيارة دارونا بزعفة فايس لنقدر نديرها الروس يا صحبي يا صحبي الروس يا أخويا الروس يا أخويا الروس يا أخويا أنا فرحان في هذه الروس وما واحد اللي أحب يعيش حياتي ويراح ليه أجب روسيا أخويا رحلت أمك عيش حياتك جمع شوية ضناهم أحب أحبت أجيبها وما أمديشة مشكيمة لها نفت زيل أحبه غير ضناهم غير ضناهم تلقى كراجل في حل عندك شوية ضناهم تقدر على أشقاك توجبك على هلأ أخو أنا قد واندي ماري للروس ديركت مكة مشكلة ربعة ملايين ربعة ملايين أنا لنأكل غير فطار وحشة وقع سي نورمال نروح للروس هنا نكذب شالك يا صحبي اللون دعوا عيني زروق سي نورمال أنا نعيش ثمه وليدي يخرج كما المراتي عيت على الروس حاجة ما تخصني صافي بليزير حويا ها كان الضمن المستقبل أنا غدوة نعطيها ربعة ملايين في عضو نعطيها تونس كريبي نعطيها الروس خير الروس ماليش سوفرية مات بصحة المستقبل ثمه ها الجمليحة يا أخو مدى بين احنا يسمونا إن شاء الله بإدن الله واحتمانا ولا نروحه يا أخو نتزوج بحدة روسية ودخل الإسلام ونورمال صحة يسلمك نورمال غدوة ندي ماري ولي الروس خوية العزيز غدوة يسمونا رايحة ديها روسية في دالنتيك شابة وليدي خرج بوتي صوفة هذا الخبر أدخل البهجة في قلوب شباب الجزائري وموسم الهجرة إلى روسيا انطلق ودخل شباب جزائري في رحلة البحث عن شقراء روسية ترجمة نانسي قنقر